السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام علي رسول الله اهلا بكم من جديد في قناة فسر حلمك مع نسمة خاطر النهاردة ان شاء الله حفصر رؤية الكعبة في منام المرأة المطلقة لو الفيديو قفتكم من فضلكوا ادعموني بلايك وشير وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم وكمان اللي محتور في تفسير اي رؤية اشتركوا في القناة وكتبوا رؤية اللي انتو عايزينها وانا باذن الله حرد عليكم في نفس اليوم يلا بينا بقى نفسر الرؤية عشان ما طولش عليكم اول حاجة رؤية ان المرأة المطلقة وقفة في المنام بجانب الكعبة او في المسجد الحرام وابتدعي دعوة معينة هي نفسها فيها وابتدعيها دايما في الدنيا دايما بتدعيها في الواقع ونفسها تتحقق فالرؤية جيبت دل على باذن الله ان ربنا استجاب الدعوة بتاعتها الرؤية جيه كده اشارة من ربنا ان ربنا استجاب دعوتها وبيبشرها في المنام باستجابة الدعوة طيب لو شافت ان هي بتصلي في المسجد الحرام او بجانب الكعبة فالرؤية دي جميلة جدا وبتدل على المال الوفير والرزق الكثير جدا اللي ربنا باذن الله حيبعته لها وكمان يقال انها سوف تتزوج لما تشوف الرؤية دي باذن الله بشرب الزواج ولو لديها اطفال ان هي حتحسن في تربيتهم وان شاء الله حيكون لها مكانة عالية طيب رؤية بقى في رؤية واحدة كده مش محمودة بالنسبة للكعبة لو في المرأة المطلقة شافت الكعبة في حالة سيئة اه في نسبة تشوف كده فالرؤية دي للأسف بتدل على شر قادم اليها وليعوذوا بالله باذن الله ربنا بعل عنكم كل شر زي ما قلتلكم لو محترين في تفسير اي رؤية اشتركوا في القناة واكتبوا الرؤية اللي انتوا عايزينها وانا هرد عليكم في نفس اليوم ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل زر الجرس بحبك في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته